أهلا بك. النهاردة هشرح لك زي تقدر تحدث قارئ الشاشة NVDA اللي أحدث إصدار ومنتهى السوداء اللي في الدنيا هتدوس insert in أو أي حاجة تقدر تفتح بها البقية بتاعة NVDA الطرق اللي تريحك وهتنزل لـ help أو المساعدة هتنزل لحد check for updates أو البحث عن تحديثات وتقول له ما يفهم هنا بيقول أن الـ version أو الإصدار 2018.3 متح للتحميل جديد يعني متح للتحميل فعندك اختيار أن يأما download update تحميل التحديث أو يأما close فهن هقول له download update تحميل التحديث اللي بتقول لك الرسالة ديت خليها نقول هي بتقول إيه وبعدين أقولك ونعمل فيه بيقول لك أن لو سمحت لو تقدر اتبرع على البرنامج عشان نقدر نطوره لأن الناس اللي بتشغيل على هم مطورين مستقلين مش وبيشتغلوا بلاش يعني خبالك فهو بيقول لك لو أنت عندك قدرة مادية أن تقدر تتبرع للشركة أو للناس اللي بيتصمموا بيقولك أن هما هيقدروا يشتغلوا فول تايم يعني طول الوقت على البروجيكت ولو حتى كل عشرة دولار وقصة كل هيقدروا أن هما يعملوا كل الحاجات اللي في بالهم بالنسبة للأبليكيشن فانت هكذا فانت ممكن تدوس فنونيت يعني تتبرع فياختك تدفع بأي طريقة أنت تقدر تدفع بيها فيزا وسترن يونيون بيبال بايونير أي حاجة أو ممكن تقوله أو هنا بيقولك أو هنا بيقولك وكذا فهو يعني بيديك هو بدأ إمتى بيقولك فاضل على ما الابديت يخلص وكمان يعني بيقولك مثلا هيخد 15 دقيقة في الابديت وبيقولك أنه يخد مثلا لو الساعة 2 دلوقتي فهو هيخد من 2 لحد 2 و 15 دقيقة عشان تبقى أنت فاهم الموضوع هيخد لقد إيه هو بدأ اللي أبديت هوت أنا هقفل التصوير هوقف الفيديو يعني لحد لما يقرب يخلص وبدأ نرجع لك أتين هو كده 98% 99% وصل 100 أو هنا بيقولك أن 2018.3 جاهزة للتثبيت is ready for install يعني فهنت بتقوله ودي يعني هتثبت دلوقتي التانية ممكن تثبته فوقتي تانية نحن هتثبت دلوقتي لكن أنا أثبته ألوكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أو كده بيلود السطب يعني أو ملف التثبيت creating portable copy يعني بنعمل نسخة محمول لأن ال NVDA اللي أنا بيستخدمه نسخة محمول هنا بيقولي إيه بيقولي نجاح إن نجح في إنشاء النسخة المحمولة لو أنت نسخيتك متثبت على الجهاز فهو برضو هيثبت على النسخة اللي متثبتها أما أنا دي نسخة محمولة وزمان كانت تحديث النسخة المحمولة بيبقى مزعج جداً وبتضطر أن أنت تروح للمكان التثبيت وتدور على ملفات معينة لأ هما بعد 2018 42 حدسوا للموضع ده فكده أنا هقوله بس أوكي لأن هو اللي اختاله اللي عندي هيفتح لي ال NVDA اللي أنا كنت باستخدمه اللي حاجة دي مهمة جداً بيقولك إيه بيقولك إيه بيقولك إن شركة Nevada Access أو NVDA يعني عايزين يجمعوا شوية معلومات عن استخدامك لل NVDA مش هياخدوا أي بيانات خاصة بس هما عايزين يعرفوا إيه نظام التشغيل بتاعك إيه اللي هو أو يعني الأصوات اللي انت بتستخدمها والحاجات اللي زي كده والبرايل اللي انت بتستخدمه والإعدادات وكده طبعاً ده ميدوركش في حاجة بس هو طبعاً هيفتح الشركة في أن هما يحسنوا من الجهاز من استخدام البرنامج بتاعهم وكده هما اضفوه في البرجن دي بس أعتقد هيبقى موجود في كل البرجن اللي جاي فهنا بقى نفسي طبعاً يس ممكن تقوله يعني بعد كده لو انت هتفكر في الموضوع بس طبعاً يس عايز تأكد ان انت حدثت الأحدث إصدار بسيطة جداً نفس القيب وأضرح الهلب وتعمل نفسي تشك فور أبديتس مفيش تحديث متاح لأن احنا خلاص حدثنا الأحدث إصدار هتتروح لكمية تاني وتنزل الهلب أو المساعدة وهتدوس على وهتدوس على هفتح لك صفحة ويبيعني دي فيها كل المميزات الجديدة اللي في الان فيدي ايه عشان ما تحتاجش ان انت تتدور بيدك لأ هم هنا كاتبن لك التحديث الجديد اللي حصل في ايه وتقدر تستخدمه ازاي اهو ما شاء الله يعني انا بالملاحظ ان اول مستين جمال جدا فانت طبعا تقدر تقرى المزايب راحتك وتشوف المناسب لك منهم وكده فهو ايه دي كانت الطريقة يعني لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وشير عشان ناس كلها تستفيد واتدو سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ولو عايز اي شرحة تاني للان فيدي ايه اكتبلي تحت في التعليقات كان معاكم احمد سامي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة